ليلة زاهر وهشام جمال أجدت كابل في الوسط الفني وتريند اليومين دول ظهروا مبارح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس والحلقة دي كان مستنيها جمهور لاتنين علشان يعرفوا إمتى بدأت قصة حبهم وليه كانوا بينفوها خصوصا إن كان باين من زمان إنهم بيحبوا بعض من أول ظهورهم في مسلسل في بيتنا روبوت سواء الجزء الأول أو الثاني وكمان ظهورهم على السوشيال ميديا مع بعض أو الأغنية اللي أخرجها هشام لليلة المفاجأة بقى إن هشام وليلة أكدوا إن ما كانش فيه بينهم أي حاجة في الوقت ده فعلا وإن ابتدت مشاعرهم تتحرك تجاه بعض من فترة قريبة جدا أما كل اللي قبل كده كانوا صحاب وخوات وقالوا إن هم متأكدين إن الناس مش هتصدقهم بس هي دي الحقيقة وفكرتهم إسعاد يونس بالحلقة اللي عملوها معها من فترة وغنوا مع بعض أغنية رومانسية في البرنامج والناس وقتها قالوا باس دول مرتبطين ورد هشام وليلة إن في الوقت ده كانوا فعلا أصحابه بس وإن الجمهور حبوا وجودهم على الشاشة مع بعض ففسروا الأمور غلط وكلنا عارفين إن أحمد زاهر كان رافض إن أي بنت من بناته تتجوز وأعلن الموضوع ده أكتر من مرة في البرامج فالناس كانت حابة تعرف رد فعله إيه لما هشام اتقدم لليلة سألت إسعاد يونس هشام عن رد فعل أحمد زاهر فقال لها إحنا كنا متفقين نتقابل في النادي الأهلي ونقعد مع بعض شوية وفعلا نتقابلنا وقال له هشام فجأة فاستغرب أحمد زاهر ورد فطلب هشام إيديها منه وساعتها استغرب أحمد زاهر فاعترف له هشام إن الموضوع لسه بدء قريب مش من فترة ولا حاجة وقعدوا مع بعض يتكلموا اليوم كله ووافق أحمد زاهر وجي بعد كده السؤال اللي مستنيه الناس كلها ليه ليلى وهشام ما أعلنوش إراية الفتحة إلا بعد ما الموضوع انتشر على السوشيال ميديا قال هشام إن الموضوع كان عائلي جدا ومجرد إراية فتحة وهنعلن لما تيجي الخطوبة وتفاجئ إن ليلى بتقوله إنها طلبت من مصممين الحفلات يعملولها ديكور للبيت واستغرب وقال لها دي مجرد تعرف عيلتين يعني مش لازم فقالت له إن ده مجرد ديكور بسيط وخلاص ولكن مصممين الديكور صوروا البيت ونزلوا الفيديوهات واللي كان فيها صورة أحمد زاهر وكمان مكتوب هشام وليلة فالجمهور خمن على طول إن دي خطوبة هشام وليلة وانتشر الموضوع وتعرف فاضطروا إنهم يعلنوا ولكن حفلة خطوبتهم هتكون في الصيف والسؤال الثاني اللي سألوا الجمهور هو ليه أو الأغنية يعملوها بعض الخطوبة تكون أغنية حزينة فكان رد فعلهم إن الأغنية دي كانوا شغالين عليها من زمان من قبل قرية الفتحة ومش دي الأغنية الوحيدة لأ ده في غيرها وكان متحدد وقت نزولها من زمان وزي ما قلنا لكم هما ما كانوش متفقين يعلنوا الخطوبة دلوقتي وأعلنوا فجأة فكان لازم ينزلوا بالأغنية وكتبوا عليها إن الأغنية مش بتعبر عن حالتهم دلوقتي عشان الجمهور مايفهمش غلط وباقي الحلقة غنى هشام وليلة مع بعض أغنيتهم الجديدة وأغاني تانية وكمان عملت إسعاد يونسي امتحان طبخ الليلة وقالت لها أنا دلوقتي حماتك وهشام دا زي ابني قلونا بقى إيه رأيكم في حلقة هشام وليلة بارح لو عجبكم الفيديو تابعونا على صفحة نجوم الفن